السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلومة المدارس السنوية التجارية والفندقية معدنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادة الحاسب الآلي قبل ما نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين مع بعض بناخد مراجعة سريعة كده على الحلقة اللي فاتت نفتكر مع بعض كده خدنا ايه في حلقتنا اللي فاتت درسنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت قلنا خصائص الحقول وقلنا ان جوه قاعدة البيانات لما بجي بزبط الحقول ممكن اديها بعض الخصائص زي ايه؟ زي التسمية وممكن اغير شكل الحقل نفسه او اقدر اعمله قيمة افتراضية معينة عايز احددها او اعمل شرط معين جوه قاعدة البيانات جوه الحقول وبعد ما قلنا خصائص الحقول انتقلنا بعد كده قلنا اهمية المفاتيح الاساسية وبستخدم وايه هو تعريفه تعريف المفتاح الاساسي قلنا انه هو رمز بيدخلني لجدول اما بجي بعمل علاقات ما بين جدول وجدول تاني جوه قاعدة البيانات وبعد كده قلنا ازاي بيتم التنقل جوه السجلات وازاي بيعمل برضو ازاي بيعمل معينة لو عايز اطبع اي سجل او اعمل طباعة على طول تعال نشوف حلقتنا النهاردة هتتكلم عن ايه؟ اول حاجة هناخدها النهاردة قبل ما نبدأ هناخد تدريب كده سريع على الجزء اللي فات التدريب بيقولي انشئ قاعدة بيانات جديدة باسم المكتبة ثم ادخل البيانات التالية في الجدول مع مراعاة اختيار نوع البيانات المناسبة واحفظ الجدول باسم الكتب وبعد كده بيقولي قدامي الجدول اهو بيحتوي على السعر والمؤلف ونوع الكتاب واسم الكتاب وبعد كده مطلوب مني بيقولي يكون بتنفيذ التعديلات التالية اول مطلوب غير حجم الخط الى 16 والى اللون الاخضر وبعد كده قم بعمل تجميد لأعمدة المؤلف وبعد كده هبحث عن كلمة الشبكات وابدأ بترتيب السجلات تصعوديا بناء على اسعار الكتب واستخدم خاصية التصفية لعرض الكتب العربية ونركز في كل مطلوب الكتب العربية فقط في عمود النوع واخر حاجة بيقولي عدل عبارة تطبيقات الانترنت الى كلمة الانترنت تعالوا مع بعض كده على مهلينا نشوف هنبدأ نحل التدريب ازاي على الجهاز ياريت نركز مع بعض اول حاجة من تبويب فايل وهتأكد نانا بناشر التبويب الامر نيو ومن بلانك داتا بيس قاعدة بيانات فرغة وبعد كده هاجي عنده فايل نيو اسم قاعدة البيانات وهسميها المكتبة وهاجيب الفايل الاصفر عشان احدد المكان اللي انا هاحفظ فيه قاعدة البيانات زي ما احنا شايفين اللوكيشن بتاعه وبعد كده بضغط كريات انشاء هاجي من تبويب فيو او الامر فيو هضغط عليه بيقولي احفظ الجدول باسم هسميه الكتب ووكي وبعد كده قدامي اهو اسم الحق اول حقل اسمه سعر وهخلي نوع البيان داتا طيب هخلي كارنسي عملة وبعد كده الحقل اللي بعده وهسميه المؤلف ونوع البيان تيكست نص والحقل اللي بعده النوع وهيبقى تيكست الحقل اللي بعده اسم الكتاب تيكست نص وبعد كده الحقل اللي بعده خلصت كتبت الحقولة المطلوبة اربع حقول اهو احفظ هضغط عليه واقول له وايقول لي احفظ الجدول هضغط يس صهر لي الوضع داتا شيد فيو قدامي هبدأ بقى في ادخال السجلات المطلوبة معي اول حاجة اهو اول سجل المؤلف محمود ابراهيم ونوع الكتاب عربي واسم الكتاب تطبيقات الانترنت والسجل اللي بعده تلتمية والمؤلف احمد محمود وهاجي عند النوع نوع الكتاب عربي واسم الكتاب فن الرسم والسجل اللي بعده سعر الكتاب 150 والمؤلف مصطفى محمود مصطفى محمد وهاجي عند النوع عربي نوع الكتاب واسم الكتاب اللي عندي في التدريب الشبكات والسجل اللي بعده الكتاب اللي بعده السعر المية وهاجي عند المؤلف جون ميور ونوع الكتاب انجليزي وعند اسم الكتاب الشاطرونج كده انتهيت من السجلات وكتبت كل سجل على خدا بعد كده هحدد الجدول من المربع اللي فوق في الركن الشمال بضغط عليه ضغطة بيتحدد معايا وهاجيب حجم الخطة وليكن هخليه 16 اكبر حجم الخط شوي طيب هنا السعر مش ظاهر معايا شوفيك لان مساحة مش مكافية البيانات بسحب ووسع وهنا برضو بضغط كليك شمال اول ما السهم يتحول الى اتجاهين وبضغط لغاية ما البيانات تبقى مناسبة العرض كده انا عملت الجزء اللي احنا شفناه وقدر برضو احدد النوع وقدر اغير اللون برضو التنسيقات الخاصة وليكن هخليه اللون اللي هو طالبه مني الاخضر وبرضو اقدر اتحكم فيه اي تنسيقات برضو من تبويبهم طالما انا محدد الجزء ده هاجي عند المؤلف حق المؤلف واضغط عليه الكيمين واختار freeze fieldless اعمله تجميد او تثبيت بمجرد ما هتحرك ما يفضل ثابت معي الحقل ده طيب عايز عندي اسم الكتاب هنا هعمل بحس هضغط find حددت وضغط find هبحس عن كلمة وليكن لو عندي كلام كتير مش اقدر عايز ابحس على طول بكتب find واكتب اسم الكلمة واضغط find next ظهرت معي الكلمة متظللة بعد كده برضو بنفس الطريقة لو عايز استبدل كلمة مكان كلمة برضو اقدر استبدلها لو عايز اعمل اعمل filter او اعرض اللي هما الكتب اللغة العربية فقط هحدد النوع هنا واضغط عن selection واجيب equal Arabic اللي هي يساوي العربي فقط هيظهر لي الكتب اللي هي باللغة العربية بس دلوقتي اعمل لي filter للنوع عايزة الغيب اضغط على تجل filter تمام ظهر لي الانواع كلها تاني بعد كده عايز اعمل ترتيب تصاعدي للsearch هضغط عليه بمجرد ما اضغط على الحقل بيتحدد معي على طول من فوق بضغط على الاسم بيتحدد كل الحقل الكامل ascending بيرتبه لي تصاعدي زي ما احنا شايفين بناء على السعر كده احنا حلينا المطلوب في التدريب بعد كده عايز اخر حاجة هو بيقول استبدل تطبيقات الانترنت بكلمة الانترنت فقط وبعد كده ضغط find وهاجي عند تبويب اللي جانبه اللي هو replace استبدال وهستبدل بيقولي الكلمة الاصلية اللي عايز استبدلها تطبيقات الانترنت هستبدلها بكلمة الانترنت وهضغط على replace لو كلمة واحدة لو مكتوبة اكتر مرة replace all وهقول له yes وهقفل هنلاقي الكلمة فعلا اتغيرت للكلمة المطلوبة وبكده نكون خلصنا اول مطلوب عملنا عرفنا ازاي بنحل بنعمل قاعدة البيانات وبعمل فيها الجدول وبدخل التمرين اللي طلبوا مني في مجموعة كتب وازاي اعمل لها تنسيقات معينة وازاي اعمل فرز ليها وازاي ارتبع تصعودي وتنازلي على حسب ما انا محتاج في التدريب تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده هتكلم معنا علي الجزء اللي جاي وهو العلاقات relationship ياريت نركز في الجزء ده مهم جدا ايه هو العلاقات ببساطة العلاقات دي بستخدمها لو انا عامل قاعدة بيانات عايز انظمها عايز اعمل كل جزء اسمت كل موضوع او مواضيع معينة في جدول واحد زي ايه خدنا مثال مثال المدرسة وليكن المدرسة انا عايز اعمل قاعدة بيانات لها عملت قاعدة بيانات خاصة بالمواد وعملت قاعدة بيانات خاصة بالمعلمين وقاعدة بيانات خاصة بالطلاب كل جدول من الجداول دي بحط جواه الموضوعات الخاصة به يبقى الطلاب خاصة ببيانات الطلاب المعلمين خاصة ببيانات المعلمين المواد خاصة بالبيانات بتاع المواد وبعد كده بربطهم مع بعض عن طريق حاجة اسمها العلاقات كل جدول ما بين الجدول التاني جواه حاجة بتربط ما بين الجدول ده والجدول التاني عن طريق حاجة اسمها الريليشنشيب تعالوا نشوف مع بعض التعريف بتاعه بفق العلاقات بين الجداول عندما يتم تقسيم جميع البيانات زي صلة في جدول منفصل فيتكون لدينا عدة جداول تكون بينها وبين بعضها صلة رابطة من حيث الموضوع يبقى زي ما قلنا بنربط بشوف ايه اللي بيربط الجدول ده ما بيني وبالجدول اللي جنبه عن طريق الحقل معين هو ده الحقل اللي هيربط لي ما بينه وبين الجداول الاخرى تعالوا نشوف بعد كده المقصود زي ما قلنا بربط الجداول وقلنا ربط الجداول هو علاقة ارتباط ما بين جدولين او جدول وتاني جدول تاني جدولين او اكثر يكون نتيجتها استخراج بيانات من كلا الجدولين واظهرهما في النماذج والتقارير او الاستعلمات ده المقصود بربط الجداول ويتم الربط غالبا بحقل المفتاح الاساسي اللي احنا خدناه في الحلقة اللي فاتت لو نفتكر مع بعض قلنا ان المفتاح الاساسي ده رمز او تعريف بيدخل عن طريقه للجدول عشان لما يجي اربط ما بينه بين الجدول التاني وهو المفتاح الاساسي يبقى بيتم الربط غالبا بحقل المفتاح الاساسي في الجدول الاول وربطه مع حقل اخر في الجدول الثاني يسمى مفتاح اجنبي فورين كي كما في العلاقة وان تو ميني او على حسب نوع العلاقة تمام فمثلا في قاعدة البيانات للمدرسة يكون لدينا جدول المعلمين وجدول للطلاب وجدول للمواد كل جدول زي ما قلنا لتخصص معين بقسمه في الجدول الخاص به والجداول دي لو زي ما قلنا لو بصينا جينا نبص على الجداول دي هنلاقي صلة ما بين المعلم والطالب والمواد كل حاجة لها رابط معين ما بينه وما بين الجدول التالي ومن هنا تنشأ العلاقة بين الجداول تعالوا نشوف المثال ده اللي احنا قلناه برضو اهو قدامي المدرسين جوه الجدول بتاع المدرسين هيربطوا ما بين الجدول وما بينه المواد باسم المادة وما بين المواد والطلاب هيربطهم ما بينهم بين بعض بالصف يبقى هناك رابط ما بين كل جدول احنا قلنا جدول المدرسين وجدول المواد وجدول الطلاب كل جدول من التاني بيربطوا علاقة معينة يبقى الهدف هنا نستخلص ان الهدف من ربط الجداول ايه اول حاجة منع تكرار البيانات يعني ايه منع تكرار البيانات يعني انا لو كتبت بيان معين وجيت كتبت اسم البيانات معلم وجيت اكتب البيان مرة تاني متكرر مش هيكتب معايا البيان لان هو متكرر يبقى هنا الهدف من ربط الجداول الحد من التكرار يبقى أول هدف من ربط الجدول منع تكرار البيانات حيث أن في الجدول الواحد لا يسمح بأي تكرار للسجلات بمعنى أنه عند إدخال معلومات معلم مثلا في جدول المدرسون يمنع تكرار بيانات هذا المعلم مرة أخرى يبقى مش بيتكرر معايا لو جيت أكتب الاسم تاني بالغلط مش هيقبل معايا أن بيان أكتب بيان متكرر تاني هدف من ربط الجدول الحد من مساحات التخزين الضائعة طبيعي لما باجي خلي بالي وأنا بكتب ما بين البيانات لما باجي بكتب بيان مش بكرر البيانات طبيعي هيبقى عندي المساحة معقولة وطبيعية بناء على البيانات الفعلية المكتوبة عندي جوا قاعدة البيانات هيبقى في حد من مساحات التخزين داخل قاعدة البيانات يبقى بتعمل العلاقات على تلافي كبر حجم قاعدة البيانات اللي بعده رفع كفاءة قاعدة البيانات وده طبعا طبيعي تلقائي لما أنا أنظم قاعدة البيانات عندي جوة المؤسسة هيبقى فيه كل وحدة متماثلة من وحدة قاعدة البيانات فيه جدول لوحده زي ما قلنا المثال بتاع جدول المواد والمعلمين والطلاب كل جدول مستقل بذاته جوة معلومات تخص البيانات اللي جوة زي ما قلنا مثال جدول الطلاب لا يحتوي على أي بيانات إلا عن الطلاب فقط ويعتبر وحدة مستقلة بنفسها يبقى رفع كفاءة قاعدة البيانات بعد كده الهدف برضو من ربط قاعدة البيانات الحد من حدوث أخطاء الإدخال طبيعي زي ما قلنا لو أنا كتبت البيانات مش هتتكرر معي مرة تانية فمش هغلط واكتب بيان متكرر تاني وسرعة البحث عن البيانات أقدر أستعلم عن أي بيانات هو قاعدة البيانات بسهولة عندي دي كانت الأهداف من ربط الجداول تعالوا نشوف إيه هي أنواع العلاقات ما بين الجداول أكيد طبيعي كل جدول أو كل قاعدة البيانات أقدر أستخدم فيها علاقة على حسب قاعدة البيانات معي أنواع قاعدة البيانات بتنقسم إلى ثلاث أنواع أول نوع اللي هو وان تو وان أو رأس برأس أو وان تو ميني رأس بأطراف أو ميني تو ميني أطراف بأطراف دي الثلاث أنواع إن شاء الله اللي هندرسهم مع بعض بالتفصيل وهنعرف كل نوع تعريفه ومكوناته يبقى أنواع العلاقات بين الجداول العلاقة واحد إلى واحد أو رأس برأس أو وان تو وان العلاقة الثانية وهي واحد إلى متعدد أو رأس بأطراف وان تو ميني العلاقة الثالثة وهي متعدد إلى متعدد أطراف بأطراف أو ميني تو ميني دي أنواع العلاقات ما بين الجداول وهنشوف مع بعض نستعرضهم مع بعض وحدة وحدة كده أولاً العلاقة رأس برأس 1-to-1 وهي علاقة ليست شائعة يعني مش موجودة أو مش منتشرة معي وبتنشأ من إيه العلاقة اللي هي 1-to-1 في حالة الرغبة فيه تقسيم الجداول الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الحقول إلى عدة جداول لو عايز أقسم الجداول اللي عندي الكبيرة هقسمها في حقول معينة أو عدة جداول هستخدم العلاقة 1-to-1 أو عايز أحفظ على سرية البيانات عندي جوة الكبيرة والنوع ده بيكون كل سجل فيه الجدول الأول مرتبط بسجل واحد فيه الجدول الثاني ولإنشاء العلاقة بقى عايز أنشأها اللي هي علاقة رأس برأس أو 1-to-1 بين جدولين لازم وجود مفتاح أساسي زي ما قلنا في كلا الجدولين يبقى لازم يكون عندي مفتاح هنا في الجدول ده والمفتاح في الجدول ده عشان أقدر أربط الجدولين ببعض جوة النوع اللي هو 1-to-1 أو رأس برأس نشوف بعد كده أهو مثال قدامي الجدول اللي قدامي ده المواطن الواحد أو الفرد الواحد ليه رقم قومي واحد والعكس برضه الرقم القومي لمواطن منفعش واحد يبقى ليه أكتر من رقم قومي وكذلك الدولة والعاصمة الدولة بيبقى لها عاصمة واحدة والعاصمة بتخص دولة واحدة يبقى هنا ده مثال بسيط للعلاقة 1-to-1 العلاقة الثانية وهي العلاقة رأس بأطراف وزي ما قلنا العلاقة دي بيكون فيها كل سجل في الجدول الأول مرتبط بأكثر من سجل في الجدول الثاني ولكن كل سجل في الجدول الثاني يرتبط بسجل واحد في الجدول الأول يعني ايه الكلام ده؟ هناخد مثال برضه عشان نفهم زي العلاقة ما بين الطلاب والفصل فطبيعي الفصل الواحد بيجلس فيه عدد كبير من الطلاب لكن الطالب ما ينفعش يبقى في أكتر من فصل يبقى هنا تنشأ العلاقة من المثال ده اللي هو احنا قلناه العلاقة بين الطلاب والفصل وهي العلاقة 1-to-mini او رأس بأطراف العلاقة الثالثة وهي علاقة أطراف بأطراف او mini-to-mini او لها اسم برضو تاني متعدد بمتعدد ودي المثال عليها العلاقة بين جدول المعلمين وجدول الدورات التدريبية اي معلم يقدر يدرس أكتر من دورة تدريبية وكذلك الدورة التدريبية يقدر يدرسها أكتر من معلم يبقى هنا العلاقة من الطرفين من الجهتين متعدد إلى متعدد او mini-to-mini وفي هذا النوع بقولنا بقى هنستخدم بقى ونحتاج حاجة وهو جدول ثالث يسمى جدول الربط اللي هيربط ما بين العملية دي تعالوا تشوف بعد كده لما يجي أنشط اختيار التكامل المرجعي ايه هو اختيار التكامل المرجعي ده؟ اللي هو enforce referential integrity وهو يمكن تطبيق الخيارات الآتية أول حاجة فيه وهو تفعيل توالي ارتباطات التحديث للعلاقة باختيار cascade update related field وهي خاصة بلو أنا جيت عدلت في جزء معين في الجدول حدست البيانات أو عدلتها بطبيعي تلقائي على طول هيغير في باقي الجداول معايا تلقائي لازم أفعل الخيار ده عشان يعملي تحديث تلقائي للبيانات جوه الجدول لأن الجداول كلها مرتبطة ببعضها البعض تعالوا نشوف وتعني زي ما قلنا تحديث السجلات في الجداول تلقائيا عند تغييره في أحد الجداول يبقى غيرت في جدول هيغير في باقي الجداول طيب النقطة اللي بعد كده وهي تفعيل توالي ارتباطات الحسف للعلاقة باختيار cascade delete related field وهي تعني حسف السجلات في الجداول المرتبطة يبقى برضو نفس النظام لو جيت حزفت سجل معين في جدول معين هيسمع معايا في باقي الجداول يبقى هيعملي برضو تحديث في باقي الجداول أي حاجة بعملها في الجدول بيغير معايا في باقي الجداول أي أن عند حسف سجل معين في الجدول يتم حسف السجلات المرتبطة في الجدول الثاني تعالوا ناخد تدريب بقى سريع كده عشان نشوف إزاي هقدر أعمل العلاقات ما بين الجداول التدريب بيقول لي قم بإنشاء قاعدة بيانات لشركة تجارية تحتوي على الجداول الآتية جدول الموظفون والعملاء والطلبيات قدامي الجداول هي جدول الموظفون وجدول العملاء وجدول الطلبيات تحتوي على البيانات اللي قدامي دي عايز أبدأ أحل التدريب ده على مهلي أهو بيقول لي المطلوب إنشاء العلاقات بين الجداول كالتالي العلاقة والوصف والنوع بيقول لي هنا العلاقة ما بين الموظف والطلبيات وصف للعلاقة موظف يقوم بالعديد من الطلبيات وهنا أستخدم العلاقة وان تو ميني رأس بأطراف والعلاقة التانية ما بين العميل والطلبيات العميل لي أكتر من طلبية وهنا وان تو ميني برضو رأس بأطراف تعالوا نشوف هنحل الكلام ده إزاي وحدها وحدها على الجهاز أول حاجة قدامي قاعدة البيانات أهي باسم الشركة الدولية وجوها الجداول دي الطلبيات أهي والعملاء والموظفون كل جدول قدامي ظاهر معي وبعد كده هجيب وضع البيانات هجيب الجدول ده قدامي اتأكد من آآ المفتاح الأساسي معمول في الجداول تمام كود الطلبية هنا اهو مفتاح أساسي والجدول الموظفون برضو عندي المفتاح الأساسي معمول تمام تعالوا نشوف بقى آآ هبدأ اعمل العلاقة ازاي من تابويب داتا والمجموعات الأدوات هختار منها اللي هي العلاقات هيظهر لي هضغط كليك يمين واقول له شو تابول دي الجداول اللي موجود عندي هضغط عليها شمال ضغطتين وعي كده اقول له ظهر معي هبدأ بقى اربط ما بين الجداول وبعضها البعض هخلي الجداول بالشكل ده اهو قدامي هربط بقى ما بين كود الموظف هسحب كود الموظف هنا على كود الموظف بيقول لي هتربط ما بينهم هفعل بقى الخيار اللي احنا قلنا عليه التكامل المرجعي هنا بعد كده هضغط برضو هفعل التحديث التلقائي للحقول وتفعيل الحسف برضو التلقائي للسجلات ونوع للاقا ظهر معي تحت اهو وان تو ميني رأس باطراف واقول له كريت بيقول لي هنا في خطأ ليه طيب عشان قاعدة البيانات الجداول مفتوحة معي لازم اقفل قاعد الجداول اللي انا فتحها كليكي مين عليها واقول له close عشان اقدر اعمل قاعدة البيانات هنعمل تاني اهو هسحب وهفعل الاختيارات تاني تحديث التلقائي والحسف التلقائي والتكامل المرجعي واقول له كريت عمل لي اهو رأس باطراف واهجي عند كود العميل وبرضو عند كود العميل اهو وافعل برضو الاختيارات معي اللي احنا قلنا عليها من شوية وهقول له كريت انشاء ونوع العلاقة برضو هاي زي ما قلنا one two mini بعد كده عملي برضو العلاقة اهي اللي احنا قلنا عليها من شوية تمام الجداول اقدر افتحها اولا وفتحت الجداول تاني بضغط عليها كل جدول زي ما انتم شايفين ظاهر عنده علامة زي جنبه لو ضغطت عليه فتح لي جدول تاني جواه او بيانات تانية اهي كده مرتبطة ببعض كل بيان مرتبط ببيان تاني عن طريق العلاقة يبقى احنا قلنا كده عرفنا فايدة العلاقة ما بين الجدول والتاني اقدر اجيب اي بيانات من جوه اي جدول جوه قاعدة البيانات زي ما انتم شايفين عملت عن طريق الربط والعلاقة جوه الجداول طيب لو جيت برضو اعمل اي تحديث في البيانات تعالوا نشوف هنا وليكن هحدس البيان ده خليته اتنين متكرر شوف ايه اللي هيظهر بيقول لي هنا البيان مش هينفعل انه متكرر مكتوب قبل كده مش هيقبل معايا البيان طيب لو جيت بعد كده برضو هارجعه تاني يبقى اي تغيير في البيانات بيظهر معايا زي ما احنا قلنا في باقي الجدول طيب لو جيت هنا عند الجدول اضحاقه ده وحزفته كليك يمين وقلت له السجل حزفت السجل وهقول له ييس نشوف بقى هيتغير معايا هتحزف فعلا في الجداول التاني اهو اه ظاهر لي معايا لان هو بيقول يتحزف يبقى اي حاجة زي ما قلنا من شوية بعملها بتسمع في باقي الجداول وبتأثر في باقي الجداول وبتحدث تلقائي سواء حسف او تعديل بيانات هقفل الجداول مرة اخرى كليك يمين وكلوز وبعد كده لو حابب الغي العلاقة باضغط على الخط الرابط ما بين العلاقة كليك يمين واقول له هيحزف العلاقة ما بين الجداول والطريقة التانية اضغط عليه برضو كده واضغط ميلكي بورد مفتاح ديليت هيتحزف معايا برضو بنفس الطريقة كليك يمين واقول له هيتطيبون لو عايز اغفق الجداول بنفس الطريقة برضو معايا مرة اخرى يبقى كده عرفنا ازاي بقدر اعمل الى علاقات ما بين الجداول وازاي بقدر اربط اي جدول بالجدول التاني عن طريق قلنا ان في حاجة اسمها مفتاح اساسي وبربط ما بينه بين الجداول الاخرى واقدر اعمل اي تعديل عملته في اي جدول حدست البيانات او حزفت سجل معين هيسمع معايا في باقي السجلات واخدنا ازاي بقدر انشئ العلاقة وبلغيها مرة اخرى تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده هيتكلم معانا على اين الكائن التاني او النقطة المهمة التانية وهي الاستعلمات طيب ايه هي الاستعلمات دي نركز مع بعض عشان مهمة جدا وبتيجي برضو في الامتحان كتير الاستعلمات وهي خاصة بتطبيق معايير بحث محددة يعني ايه تطبيق معايير بحث محددة يعني وليكن انا عندي اه عايز استعلم عن موظفين معين في الجدول او في قاعدة البيانات هجيب حاجة اسمها الاستعلمات اقدر وليكن استعلم عن الموظفين اللي هم مرتباتهم فوق الخمس تلاف عن طريق الاستعلام او اقدر استعلم عن الموظفين اللي هم مثلا من المحافظة القاهرة برضو عن طريق الاستعلمات تعالوا نشوف تعريفه وهو تطبيق معايير بحث محددة على بيانات في قاعدة البيانات ثم استعراض سجلات البيانات التي تتطابق مع هذه المعايير يبقى هنا ايالي الشروط وهي لازم احط شرط معين وليكن انا عايز شرط معين هو الاستعلم به وزي ما قلنا اللي هم مرتباتهم مثلا فوق الخمس تلاف جنيه او اللي هم من المحافظة القاهرة الشروط اللي انا بحطها دي اذا تطابقت مع الشروط اللي انا حاطتها بتظهر معايا او اللي موجودة في قاعدة البيانات بتظهر معايا جوة الاستعلام يبقى عبارة عن تطبيق معايير بحث محددة داخل قاعدة البيانات طيب, وتعتبر الاستعلامات من الاهداف الرئيسية التي يتم من اجلها انشاء قاعدة البيانات يبقى احنا برضوнитين انضمن الاهداف اللي انشأنا بها قاعدة البيانات إنا انا بحتاج اعمل تحليل لو احتاج تعمل تحليل البيانات او استخلاص للبيانات اقدر اعملها عن طريق الاستعلامات نشوف مع بعض ايه الاستعلامات ثاني بتستخدم لأغراض متعددة زي ايه بتستخدم لعرض سجلات الجدول التي تنطبق عليها شروط محددة وبتستخدم لعرض البيانات من جدول أو عدة جداول وكأنها في جدول واحد وبرضو من ضمن استخداماتها فرز السجلات وعرضها في ترتيب محدد أقدر أعمل فرز للسجلات إذا كان تصعودي أو تنازلي وبرضو أقدر أعمل إجراء بعض العمليات الحسابية على البيانات أو أعمل لها تلخيص زي ما هناخد مع بعض في الجزء العملي أقدر أجري العمليات الحسابية وأقدر أعمل تسهيل لعرض البيانات أو إضافتها أو حسفها أو تغييرها يبقى دي كانت أهم استخدامات الاستعلامات هننتقل بعد كده لجزئية أخرى وهي أنواع الاستعلامات أنواع الاستعلامات دي عبارة عن إيه؟ في عندي أكتر من نوع للاستعلام استعلام التحديد والاستعلام الجدولي والاستعلام الإجرائي واستعلامات الوسائط وبرضو عندي الاستعلامات الإجرائية بتنقسم إلى عدة استعلامات تاني فرعية بتنبسط منها وهي استعلام التحديث والإلحاق وإنشاء الجدول واستعلام الحساب تعالوا نشوفهم ونستعرضهم مع بعض على الجهاز مع بعض أول استعلام استعلام التحديد وهو الأكثر شيوعا ويستخدم لعرض البيانات من جدول واحد أو أكثر لتحليلها أو تحديثها أو إجراء حسابات باستخدام معايير محددة يبقى استعلام التحديد هنا بيقول لي ممكن يجيني في نقطة صحة وغلط استعلام التحديد هو الأكثر شيوعا هقول له الإجابة صحيحة يبقى الأكثر شيوعا عندي في الاستعلامات وأنواعها استعلام التحديد نشوف الاستعلام اللي بعده وهو الاستعلام الجدولي وبيستخدم لحساب وإعادة بناء البيانات باستخدام رؤوس الأعمدة والصفوف للحصول على تحليل أسهل للبيانات وبيتستخدم في حساب المجموع أو المتوسط أو غيره تمام الاستعلام التالت من أنواع الاستعلامات وهو استعلام الوسائط طيب استعلام الوسائط ده تعريفه بيعرض عند تشغيله مربع حوار خاص به يطالب بمعلومات وسيطة لتحل محل شرط أو أكثر ده الاستعلام التالت أما الاستعلام الأخير وهو الاستعلام الإجرائي وده زي ما قلنا الاستعلام الإجرائي لعدة أنواع برضو بس نعرف تعريفه وهو زي ما قلنا بيقوم بإجراء تعديلات على سجلات عديدة في عملية واحدة وتوجد أربع أنواع من الاستعلامات الإجرائية ببدأ في تحديد نوع الاستعلام وبعد كده بعد ما حددت النوع الاستعلام اللي أنا هستخدمه ببدأ في تحديد الجداول اللي هستخدمها عندي والاستعلامات المستخدمة في الإنشاء وابدأ في تحديد الحقول اللي أنا هستخدمها في الإنشاء الاستعلام وبرضو هحدد الحقول اللي أنا مش عايزة تظهر في ناتج الاستعلام وهبدأ في تحديد الفرز نوعه نوع الفرز اللي أنا عايزه إذا كانت صادق أو تنزلي أو غيره وعلى أي الحقول يطبق هطبقه في اي حقل من الحقول اللي عندي جوه قاعد البنات في الجدول وتحديد الشروط التي تطبق عليها الحقول يعني انا ممكن اعمل استعلام زي ما قلنا مشروط بشرط معين وليكن زي ما قلنا هعرض الموظفين اللي هم خريجي كلية تجارة بس او هعرض الموظفين المرتباتهم فوق الخمس تلاف او خاصين بمحافظة معينة زي محافظة القاهرة او غيره دي خطوات انشاء استعلام قبل ما ابدأ فيه انشاؤه فعليا هبدأ اخطط ليه عن طريق الخطوات اللي احنا قلناها من شوي طيب تعالوا ناخد بقى الجزء العملي اللي احنا هنبدأ فيه انشاء استعلام على الجهاز فيه طرق اكتر من طريقة لانشاء الاستعلام اول طريقة انشاء استعلام باستخدام معالج الاستعلامات البسيط تعالوا نشوف بنعمله ازاي على الجهاز تدريب تدريب بيقول انشئ قاعدة بيانات باسم الشركة المتحدة ثم صمم جدول باسم الموظفون ثم ادخل البيانات التالية المرتب والمؤهل واسم الموظف وكود الموظف المطلوب انشئ استعلام بسيط باستخدام معالج الاستعلامات استنادا لجدول الموظفين تعالوا نشوف هنعمله ازاي قدامي قاعدة البيانات هاي فيها جدول اللي انا انشأته جدول الموظفون عايز اعمل استعلام بقى عن طريق كريت والمجموعة كويرس هعمله عن طريق الطريقة الاولى وهي كويري وزرد معالج وبعد كده هقول له اوكي قدامي اهو الجدول اللي هيعمل منه الاستعلام والحقول تحت اهي اللي موجودة هقدر اضيف الحقول من السهم ده حقل حقل او من السهم ده ارجع الحقل معين اللي هستخدمه او من السهمين لو انا هستخدم كل الحقول السهمين اللي متجين ناحية اليمين وهقول له next next وهبدأ هنا اقدر اعمل title او عنوان اسمي للاستعلام وليكن هسميه استعلام الموظفون وبعد كده هقول له finish انهاء انشألي الاستعلام في اهو زي ما انت شايفين استعلام الموظفون في الكويز استعلامات وانشأهولي اهو زي ما انتوا شايفين برضو معايا وفقا للأوامر اللي انا اديتها له في التدريب تمام يبقى دي اول طريقة لانشاء الاستعلام تعالوا نشوف في نقطة مهمة جدا وهي الحقل المحسوب الحقل المحسوب دي بقى هبدأ اطبقها ازاي على الجهاز احنا قلنا ان انا اه لو حبيت اعمل استعلام اقدر اعمل استعلام مشروط يعني استعلام مشروط يعني بحط له شروط لو انطبقت في القاعدة البنات في الجدول اللي قدامي يظهر هالي في الاستعلام زي ايه زي ما قلنا من شوية انا عايز اعرض وليكن اه موظفين اللي هما من محافظة معينة هقدر اعمل الشرط ده او عايز اعمل حقل بقى احنا قلنا هنا الحقل المحسوب ازاي حقل محسوب بحط اه بقول له وليكن اعايز احسب لي الحوافز من حقل موجود وهو حقل المرتبات احسب لي عشرة في المية من المرتب من حقل المرتب يبقى هنا هيعمل لي عملية حسابية هيحسب لي العشرة في المية هيجبها لي من حقل المرتبات ويعملها لي في حقل تاني تعالوا نشوف مع بعض على طول على الجهاز ويعملوا ازاي تدريب بيقول لي من التدريب السابق المطلوب اضافة حقل لحساب نسبة الحوافز وهي عشرة في المية من المرتب قدامي على الجهاز اهو استعلام الموظفون هضغط عليك للك يمين واقول له ديزاين فيو عشان اظهره او من هنا هضغط عليه زهر لي معي تحت الجزء اللي تحت ده اقدر اضغط على الجزء اللي فاضي في الاخر كليك يمين واقول له من القائمة اللي تظهر بناء او انشاء وبعد كده هقدر اختار اهو الحقل اللي انا عايز احسب منه المرتب هضغط عليه دابل كليك شمال ضغطتين ربعض وهضغط علامة النجمة فيه او اجيبها من هنا يا اما من الكيبورد او اجيبها من هنا او دول فيه عشرة في المية علامة عشرة بعد الفصل وبعد كده بقول له علامة الرن عشان ينفذ الامر طلع لي فعلا النسبة اهيه في حقل الواحده جاب لي النسبة اللي هي عشرة في المية من المرتب وجاب هالي في حقل الواحده اعايز اسميه الحوافز يبقى الخمس تلاف الحوافز دا دا خمس ومين كده انا عملت الحقل المحسوب زي ما احنا شفنا ازاي بقدر اطلعه في الجهاز طيب النقطة اللي بعد كده اعايز اغير عمود العنوان اللي انا عملته من شوية دا اللي اسميه بقى باسم اللي بيدل عليه وهو اسمه اللي احنا طلعناه احنا قلنا نسبة الحوافز عايز اغير الاسم التاع العمود تعالوا نشوف اغير اسمه ازاي الاستعلام الاخير اهو اضغط على كليك كيمين عشان اجيب ديزاين فيو ظهر لي تحت هضغط من هنا كليك كيمين عليه واختار بروبيتس اللي هي خصائص وهاجي من الجزء اللي ظاهر عندي هنا الكابشن اللي هو التسمية وهكتب اسم الحقل اللي عايزه يظهر معي وهقول له وليكن نسبة الحوافز وهضغط هيظهر معي زي ما نشايفين اهو الاسم اتغير جوه الجدول اهو جوه جوه قاعدة البيانات في الاستعلامات يبقى احنا كده خدنا مع بعض ازاي بقدر اعمل استعلام واقدر اعمل حقل محسوب عن طريق ان انا بجيب وليكن قلنا خدنا مثال في حقل المرتبات وقلنا ازاي بجيب نسبة عشرة في المية من حقل المرتبات عن طريق الحقل المحسوب وازاي بقدر اغير في اسم عنوان الحقل تعالوا نشوف بعد كده الجزء اللي بعد كده هتكلم معنا على ايه تعالوا ناخد تدريب عشان نشوف هنعمل ايه التدريب بيقول لي من التدريب السابق المطلوب اضافة حقل باسم الاجمالي لحساب اجمالي المرتب والحوافز تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي قدامي الجدول اهو او الاستعلام ضغطت عليك الكيمين واخترت design view وهاجي في الحقل اللي في الاخر وهقولك الكيمين واختر build وهاجي عند المرتب اهو مش ظاهر معي طب ليه لازم نحفظ الاول هضغط على save عشان يظهر معي تعالوا نتجرب تاني كليك كيمين واقول له build اهو ظهر معي تحت خالص المرتب هضغط عليها ضغطتين شمال زائد الحوافز واقول له اوكي كده هيطلع لي الناتج ان هيقول له run عشان ينفذ طلعلي فعلا حقل تاني في جمعلي الاصافي اللي هيطلع كام المرتب زائد نسبة الحوافز طلعتلي بالارقام اللي هي قدامنا دي عايز اشيل الصفرين الموجودين برضو اقدر اعدل فيهم من design view وهكذا وهاجي هنا اضغط كليك ييمين وهاجي عند هقول له zero ما يظهر ليش كسور واقول له run اهو شلي فعلا الكسور الموجودة مش محتاجة يبقى كده عملنا اهو زي ما انتم شايفين الحقل عايز اغير اسمه برضو زي ما غيرنا في الحقل اللي قبله كليك ييمين واقول له design view وهاجي عند تسمية وهقول له الإجمالي وبعد كده هختار run عشان ينفذ معي فعلا اغير لي الاسم فوق اهو الإجمالي وجنبيها نسبة الحوافز وجنبيها المرتب يبقى احنا عملنا حقل اول حاجة عملنا حقل يظهر لي اه لو عايز اطلع الحوافز قلنا ازاي بحسبه نسبة عشرة في المية او اي نسبة عايز استخدمها عادي وبطلع بعد كده لو عايز اعمل حقل تاني ان انا اجمع برضو اقدر اعمل اي عمليات حسابية عن طريق حاجة اسمها الحقل المحسوب جوه الاستعلامات تعالوا نشوف بعد كده ايه اللي هنقدو مع بعض ازاي بيتم اضافة شروط للاستعلام تدريب من التدريب السابق المطلوب تصميم استعلام يعرض الموظفين خريجي كلية التجارة قداني اهو عايز اعرض اللي هما من مؤهلهم تجارة كليك يمين على الاستعلام واقول له وهاجي عند تحت خالص اهي اللي هي المعيار يعني او الشرط اللي انا هحطه هضغط عند حقل المؤهل واقول له علامة يساوي تجارة ولازم اتأكد من انا كاتب الحروف صح عشان يتطبق واقول له run فعلا عرض لي اللي هما بيتطابق معاهم الشرط اللي انا حطته وهو التجارة يبقى عرض لي الموظفين خريجي كلية التجارة اللي بعده الطريقة التانية بقى لانشاء الاستعلام انشاء استعلام بطريقة التصميم ودي برضو من create تاب ويب create او انشاء هاجي من المجموعة كويز هختار كويدي فتح لي الجدول او المربع الهواري ده هقول له الموظفين هضيف الجدول واقول له close كده هزهر لي الجدول اهو زي ما انت شايفين كود الموظف اضغط عليه كل حقل اللي انا عايزه يظهر معي تحت بضغط عليه double click شمال ضغطتين وربعة بيظهر معي تحت طيب برضو هاجي عند الكريتيريا هنا وليكن عايز اه تحت اه مثلا اسم الموظف او المرتب اقدر اكتب المعيار او الشرط اللي انا عايز اهدده وليكن هقول له اعرض لي اللي هما مرتباتهم بتساوي الاربع تلاف وهتغطران طلع لي اهو هو واحد وهو مرتبه اهو بيساوي الاربع تلاف جنيه بعد كده ازاي احفظ الاستعلام خلصت الاستعلام وعايز ابدأ احفظه عشان استخدمه بعد كده ازاي بيتم حفظ الاستعلام قدامي على الجهاز من الاداة اللي هي في شريط الوصول السريع واضغط عليه بيظهر لي الحقل بكتب اسم الاسم اللي انا عايز احفظه بيه اهو او الاسم اللي انا عايز احفظه بيه يبقى كده اقدر احفظ الاستعلام بسهولة معي طيب ازاي بيتم فتح استعلام شبك او انشأته قبل كده سبك انشاءه من قدامي اهو شريط التنكل او لوحة التنكل هنا في جيشة مبين اضغط عليها ضغطين شمال فتح لي الاستعلام او اي حاجة انا عايز افتحها اشغالها معي بضغط عليها من لوحة التنكل طيب ايه ازاي بيتم طباعة الاستعلام انشأت استعلام وعايز ابدأ في طبعته باجي قدامي اهو اللي اكون الاستعلام ده ضغطت عليها عشان يفتح معي هنا اهو وهاجي من فايل واقول له برينت وهاجي عند ان لو عايز اطبع على طول هاضغط على برينت هيظهر لي الخصائص اللي انا عايز اعدلها ولكن نوع الطبعة وعدد النسخ وهكذا اقول له اوكي هيطبع معي الاستعلام او من كتر روبي بلك برضه على طول وهيظهر معي نفس المربع طيب هننتقل لجزء مهم جدا برضو وهو كائن النمازج فورمز طيب ايه النمازج فورمز دي باستخدمها في ايه ببساطة اه وليكن انا عايز اصمم اه نموذج او تصميم سهل كده اقدر بمجرد ما اكتب بس يبقى مكتوب قدامي وليكن الاسم العنوان التاريخ وهكذا هكتب على طول هاملة البيانات معايا زي مثال مثلا البطاقة وليكن اه الورقة اللي مكتوبة فيها البيانات دي موجود منها نسخة جوا قاعد البيانات بيملأ البيانات بس اللي قدام كل مربع عن طريق النمازج يبقى النمازج هو تسجيل البيانات وعرضها بطريقة سهلة جدا يمكن استخدامها تعالوا نشوف مع بعض التعريف كامل النمازج وهو زي ما قلنا احد كائنات قواعد البيانات الذي يستخدم لإدخال البيانات او عرضها في قاعدة البيانات طيب ليه اكتر من طريقة طرق انشاء البيانات النمازج اول طريقة انشاء نمازج تلقائي التانية انشاء النمازج باستخدام المعالج وانشاء نمازج منقسم الى جزئين وانشاء النمازج باستخدام طريقة عرض التصميم تعالوا نشوفهم مع بعض نمازج او طريقة طريقة اول حاجة انشاء نمازج تلقائي وده من اسمه تلقائي بيعتبر من أسهل وأسرع الطرق لإنشاء النماذج تعالوا نشوف بننشئه إزاي عن طريق تدريب إنشئ قاعدة بيانات ثم أقوم بتصميم جدول بيحتوي على أربعة حقول لإدخال بيانات الموظف ثم أقوم بإنشاء نموذج تلقائي يستند للجدول الذي قمت بإنشاؤه بعمل النموذج إزاي التلقائي قدامي الجدول اللي أنا عامله ها جدول الموظفون هضغط على كريت إنشاء وهيجي عند المجموعة فورمز نماذج هضغط على فورم على طول معايا ضغطة أنشألي على طول زي ما أنتم شايفين بسهولة جدا زي ما قلنا من أسرع وأسهل الطرق لإنشاء النماذج قدامي كل حاجة مكتوبة أقدر بس أنا أقام للبيانات كل بيان قدام الحقل طيب الطريقة الثانية لإنشاء النماذج باستخدام المعالج طيب تعالوا نشوف هننشئ النماذج إزاي باستخدام المعالج وهي من الطريقة دي بيديني بعض الأسئلة كأنه بيعمل حوار معايا بيسألني المعالج بعض الأسئلة وعن طريق الإجابات هينشئ النموذج اللي أنا عايزه طيب تدريب إنشئ قعد البيانات ثم وصمم جدول يحتوي على الحقول الآتية كود الموظف واسم الموظف والمؤهل والمرتب وإنشئ نموذج باستخدام المعالج لإدخال البيانات يستند للجدول الذي قمت بإنشاءه قدامي هوا زي ما انت شايفين الجدول معمول بالحقول بتاعته عايز أعمل النموذج بضغط على كريات وهاجي من المجموعة زي ما قلنا فورمز برضو اختار فورم ويزارد وهو معالج استخدام النماذج بالمعالج وهضغط هنا هختار الجدول وهو الجدول موظفون وهاجي أضغط على السهم عشان أضيف أو السهمين بيضيف كل البيانات أو السهم اللي بتاجه نحية الشمال عشان يعكس وهكذا واقول له Next هنا نوع العرض إذا كان جدولي أو عمودي وهكذا كل دي طريقة العرض زي ما انت شايفين في المعاينة اللي قدامي وهقول له Next وهاجي من هنا هكتب اسم النموذج وليكن نموذج واحد وهقول له Finish ظهر لي زي ما انت شايفين اسم النموذج فوق اهو والبيانات بتاعته الخاصة بيه كل حاجة على هدا اقدر اعدل فيها زي ما احنا عارفين ببساطة جدا زي ما احنا عارفين طيب وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة احنا نفتكر مع بعض كده خدنا ايه في حلقة الحلقة بتاعي النهاردة قلنا خدنا مع بعض ازاي بيتم انشاء العلاقات ما بين الجداول وبعضها البعض عن طريق احنا قلنا ايه الهدف من انشاء العلاقات دي بتربط لي ما بين الجداول من بعضها البعض وبترفع كفاءة قاعدة البيانات وبتحد من مساحة التخزين الضيعة عندي وبرضو عندي قلنا من ضمن الحاجات اللي شرحناها النهاردة برضو قلنا ازاي بيتم انشاء الاستعلامات وازاي اقدر اعمل استعلام محسوب وحقل محسوب وازاي بقدر اعمل نموذج فورم وقلنا ايه الفرق ما بينه وما بين الاستعلام للاسف حلقتنا خلصت النهاردة هنبقاكم في الحلقة القادمة نترككم في رعاية الله وامنه